السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يكون درسنا عن تدوير المواد من كتاب علم بيئة قبل ما أبدأ الفيديو أليك اللي أشترك في القناة عشان يصلكم كل جديد وفي تحت رابط التليجرام والتويتر والإنستغرام أليك اللي روح نضاف عندهم بإذن الله اليوم يكون درسنا سهل جدا أول شي عندنا هنا التدوير كيف يعني التدوير يعني أخذ شيء أرجع أعيد صيغته بطريقة نقدر نستخدم هذه الشيء أو هذا الشيء نقول عليه دورة كيف يعني الدورة سلسلة من الأحداث التي تحدث في نمط متكرر ومنتظم وهذا الشيء اللي نعيد تكتاره هو المادة أي شيء يحتل حيزا وله كتلة أما هنا عندنا المادة المغذية هي مادة كيميائية هذه المادة الكيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته ليش؟ عشان يكمل باستمرار الحملية الحيوية حتى يستمر حياته ويزتكون أسان مخلوقات الحية كلها من أشياء معددة وهي الماء والمواد الغذائية ومنها الكربون والنيتوجن والفسفور إذن أي مخلوق حي يتكون من أربع أشياء أساسية هي الماء والمواد الغذائية أو المغذية ومنها الكربون والنيتوجين والفسفور هنا عندنا الدورة الجيو كيميائية الحيوية من اسمها جيو كيميائية حيوية إذن تتضمن علم الأحياء وعلم الكيمية وعلم الجغرافية طيب هذه كلها إيش؟ تسمى عملية تباذل المواد ضمن الغلاف الجو وتضمن هذه الدورة المخلوقات الحية عمليات جيولوجية أو عمليات كيميائية مثل إيش؟ عندنا هنا بهذه الصورة نشوف إن هذه البقرة تنتج فضلات تطلع فضلات وأيضا تأكل الأعشاب هنا بناخذ الحين دورة المياه نعرف دورة المياه بكل تفصيل أول شي عندنا تتبخر المياه لخصتلك كل هذه في رسمة بسيطة جدا هنا عندنا الرسمة رسموها عندكم هذه الرسمة أول شي عندنا هنا أشعة الشمس نشوف إنه يصير هنا تبخر بعد ما يصير تبخر يصير تكثف بعدين يصير هطل بعدين يصير تسرب مياه جوفية إذن هنا عندنا سؤال ما هي الثلاث عملية الفيزيائية تحدث في دورة المياه تبخر وتكثف وخطل وهنا عندنا شي مهم جدا أن المياه العذب كم نسبتها؟ 2.5% هذه مهمة جدا وهنا عندنا 31.1% هذه الماء العذب الكلي أما هذه بس على سطح الأرض وهنا تسعين بالمية من البخار وعشرة بالمية من إيش من التنح إذن عشرة بالمية تنح تسعين بالمية من محيطات والأنهار وهنا 31 من إيش من المياه العذب وهنا نفس الشي اللي شرحت لك يا تبخر هطول تسرب وهنا تنح كل شي هنا وهذه الرسمة تسهل لك كل شي بس ثلاث عمليات تبخر تكثف وهطل هذه دورة المياه هنا عندنا دورتها الكربون والأكسجين هي دورة قصيرة الأمد للكربون والأكسجين كيف تكون هذه الدورة؟ دفن المادة العضوية تحت الأرض أول شي ندفن المادة العضوية تحت الأرض فهذه المادة العضوية تتحول إلى فحم أو نفط غاز هذه كلها نحولها لوقود حفوري بعدين يصير عندنا دورة طويلة الأمد آخر شي يطلع في الهواء CO2 وهو ثاني أكسيد الكربون إذن دورتها الكربون والأكسجين عندنا طويلة الأمد وقصيرة الأمد أول شي ندفن المواد العضوية تتحول إلى فحم ونفط وغاز تحول إلى وقود حفوري دورة طويلة الأمد يطلع غاز CO2 هنا نكمل هذا يدخل كربون في دورة طويلة الأمد هنا عندنا دورة ثانية اسمها دورة النيتروجين النيتروجين هو عنصر أساسي في الغلاف الجوي ونسبته في الغلاف كام 78% إذن تحصل أنواع من البكتيريا تعيش في النماء والتربة إيش تحصل على غاز أو عملية تحول النيتروجين من الهواء إلى النترات هذه العملية اسمها إيش؟ تثبيت النيتروجين النتراتة إذن ما معنى أن تثبيت النيتروجين النتراتة هي تحويل غاز النيتروجين من الهواء وتحويله إلى نترات في التربة بواسطة البكتيريا إذن ما هي عملية تثبيت النيتروجين في النتراتة؟ هي بتحول النيتروجين من الهواء تحولها إلى إيش؟ إلى نترات في التربة بواسطة إيش؟ البكتيريا هنا عندنا الطاقة الناتجة عند البرق إلى النيتروجين تضاف الأسمدة الكيميائية هنا عندنا كيف يدخل النيتروجين إلى شبكة الغذائية؟ كيف؟ ننتعرف عليها الحين أول شيء تمتص النباتات المركبة من الطربة وتحول إلى البروتينات يعني تستهلك هذا الشيء و تطلع النيتروجين الترائق التي يعود بها النيتروجين إلى الطربة كيف يعود النيتروجين إلى الطربة؟ أول شيء عن طريق الفضلات طريقا تعيد النيتروجين إلى الطربة أو موت المخلوقات طيب هنا عندنا عملية تسمى عكس عملية النترة وهي اسمها إيش إزالة آي نايتروجين هي عملية تحول البكتيريا التربة من النايتروجين المثبتة إلى غاز النايتروجين يعني عكس عملية إيش النايتروجين وتثبيت النايتروجين هنا عندنا دورة الفسفور هذه سهلة جدا دورة الفسفور هي قصيرة الأمد وفي عندنا طويلة الأمد أول شيء يصير هنا في الفسفور عندنا فسفات في التربة هذه فسفات في التربة يأخذها المنتجات بعدين عندنا مستهلكات بعدين تموت تتحلل يصير عندنا محللات ثم تعود إلى التربة وترجع تعيد هذه الدورة هذه اكتبوها عندكم عشان يسهل لك كل شيء لأن هنا كلام صراحة طويل وهذه أسهل شيء إذن فسفاتكم بالتربة تأكلها المنتجات المستهلكات موت تحلل محللات يعود إلى التربة وتعيد هذه الدورة مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر